قام وفد مؤلف من ثلاثين شاباً وشابة من أفراد شبيبة رام الله بزيارة إلى المملكة وأنشأوا مخيماً لهم في منطقة معين بمحافظة مادبة واجتمل المخيم الذي حمل عنوان تعو نعيش القدس على محاضرات روحية وزيارات لأماكن دينية وتاريخية وأثرية وخلال الزيارة التي رافقهم فيها قدس الأب أشعية حداد التقى وفد الشبيبة سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوديكس الذي ترأس قدساً إلهياً في كنيسة رقاد السيد العذراء حنينا مادبة وفي عدد القدس قال سيادته إننا لا نزال نعيش وأجواء عيد رفع الصليب المكرم وعلينا أن نتفاعل مع محبة المصلوب لأجلنا ونعكس ذلك على علاقتنا بالقريب شارك في القدس عدد من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور شبيبة رام الله ورعية الكنيسة